بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق كل شيء ورازق كل حيء هدى من شاء من عباده بفضله وأضل من شاء بعدله أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على إنعامه وطوله والخير كله بيديه والعمل والرغباء إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سميع لمن يناديه وقريب ممن يناجيه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أرجح البرية إيمانا وأسقلهم نزانا وأبلغهم حجة وبهانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين تطهيرا وأصحابه المعظمين توقيرا والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة الكرام أما غارب اليوم في حي واحد اليوم ما يسمى بليوم الوطني للمرأة بالتفاة لهذه المرأة وكيذلوا لوحدك بهم ويعتنون بها ومن أجل ذلك إن شاء الله بد مناسبة خصصنا هذا الموضوع لكي نتحدث عن هذه المرأة ونتساءل ماذا يريدون من المرأة أيها الإخوة الكرام لم تعرف المشرية دينا ولا حضارة عنيت بالمرأة أجمل عناية وأتم رعاية وأكمل اهتمام كالإسلام تحدث عن المرأة وأكد عن مكانتها وعظم منزلتها جعلها مرفوعة الرأس عالية المكانة مرموقة القبر لها في الإسلام الاعتبار الأسماء والمقام الأعلى تتمتع بشخصية محصرمة وحقوق مقررة ووجهات معتبرة نظر إليها على أنها شقيقة الرجل خلق من أصل واحد ليسعد كل بالآخر ويأنس به في هذه الحياة في محيط خير وصلاح وسعادة إنما النساء شقائق الرجال كما قال صلى الله عليه وسلم والمرأة في تعالم الإسلام كالرجل في المطالب بالتكاليف الشرعية وفيما يترتب عليها من جزاءات وعقوبات قال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو موم أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا هي كالرجل في حمل الأمانة في مجال الشؤون إلا مقتضة الضرورة البشرية والطبيعة الجبلية التفريق فيه وهذا مقتضى مبدأ التكريم في الإسلام لبني الإنسان ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا لقد أشاد الإسلام بفضل المرأة ورفع شأنها وعدها نعمة عظيمة وهبة كريمة يجب مراعاتها وإكرامها وإعزازها يقول المولى جل وعلا من الله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناسا ويهب لمن يشاء الضكور أو يزوجهم ذكرانا وإناسا وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة والمرأة في ظل تعالم الإسلام القويمة وتوجيهاته الحكيمة تعيش حياة كريمة في مجتمعها المسلم حياة ملؤها الحفاوة والتكريم من أول يوم تقدم فيه إلى هذه الحياة ومرورا بكل حال من أحوال حياتها لقد راعى الإسلام حقها وهي طفلة وحتى على الإحسان إليها ففي صحيح مسلم من حديث أنث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أسبوعين وفي مسلم تعظم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ثلاث بنات وصبر عليهم وكساهن من جدته كن له حجابا من النار راعى الإسلام حق المرأة وهي أم فدعا إلى إكرامها إكراما خاصا وحتى على العناية بها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا دل جعل حق الأم في البر آكد من حق الوالد جاء رجل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبو متفق عليه لقد رعى الإسلام كذلك حق المرأة وهي زوجة وجعلها حقوقا عظيمة على زوجها من المعاشرة بالمعروف والإحسان والرفق بها والإكرام قال صلى الله عليه وسلم ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم وفي حديث أخر أنه قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائه كما رعى الإسلام حق المرأة أختا وعمدا وخالة فعند الترميدي وأبي داود يقول عليه الصلاة والسلام فلا يكون لأحد ثلاث بنات وأخوات ويحسن إليهن إلا دخل الجنة وكذلك في حول كونها أجنبية فقد حتى على عونها ومساعدتها ورعايتها يعني ليس من أقارب ليست زوجة ولا بنت ولا عم ولا خالة أجنية بعمل إسلام أمر بمساعدتها ورعايتها فيقول صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله هو القائم الذي لا يفطر أو كالصائم الذي لا يفطر وللمرأة في الإسلام حرية تامة في مناحي الاختصاد كالرجل سواء بتواء هي أهل للتكسب بأشكاله المشروعة وطرقه المباحة يتمتع بحرية التصرف في أموالها وممتلكاتها لا وصاية لأحد علي مهما كان وأينما كان وابتلوا ليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم لأن الإسلام يفرض للمرأة من حيث هي ما يسمى بمبدأ الأمن الاقتصادي مما لم يصدق له مثيل ولا يجاريه يديل حينما كفر للمرأة النفق وهي أم أو بنت أو أخس أو زوجة وحتى أجنبية لتتفرغ لرسالتها الأسماء وهي فارغة تلبان من هموم العيش ونصب الكدح والتكسب هذه إخوة الكرام بعض مظاهر التكريم للمرأة في الإسلام وذلك غيض من فيض وقطرة من ضحة وعلى الرغم من أن الإسلام احسرم المرأة وأعلى مكانتها وأعطاها من الحقوق ما يليق بخلقتها وقدرتها لكن لكن نجد أعداء الإسلام لا يروق لهم وضع المرأة في الإسلام فهم لم نعلموا وأيقانوا أنهم لن يستطيعوا ضرب الإسلام وتقوير حصوله من الداخل إلا بإخراج المرأة من بيتها بل إخراجها عن طبيعتها وأصل خلقتها أرادوها أن تزاحم الرجل في كل ميادين الحياة ولابد ولابد أن تزاحم الرجل في تجارته وفي عمله وفي صناعته وفي وظيفته وما كان لهؤلاء الحاقدين أن يدخلوا على الناس في بيوتهم ويخرج بناتهم ونسائهم ولكنهم بمخططهم الماكر افتعلوا قضية أسموها تحرير المرأة ليوحل المرأة أن لها قضية تحتاج إلى نقاش وتستدعي الانتصار لها أو الدفع عن حقها المسلوب ولذلك نجدهم يكترون الطنطنة في وسائل كثيرة ومختلفة على هذا الوتر بل المرأة في مجتمعاتنا تعاني ما تعاني يقولون أنها مظلومة وأنها شرق معطل ورئة مهملة ولا تنال حقوقها كاملة وإن الرجل قد استأثر دونها بكل شيء وهكذا ليشعر الناس بوجود قضية للمرأة في مجتمعنا هي عند التأمل لا وجود لها يقال لهؤلاء أي حرية حرية للمرأة تريدون أتريدونها أن تكون ألعوبة في يد القاس والداني أم تريدونها أن تكون ورقة مذولة قطعها الأقدام وتمزقها الأياد بعد أن كانت جوها رمصونة لا يكاد يرى أحد منها شيء من غير محارمها إلا بعقد صحيح هلا يخفى أيها الإخوة الكرام على كل من له معرفة ما عمت به البلوى في كثير من البلدان من تبرج الكثير من النساء وصفورهن وعدم تحجبهن من الرجال وإبذاء الكثير من زينتهن التي حرم الله عليهن إبذاءها ويترتب على التبرج والصفور ظهور الفواحش وارتكاب الجرائم وإلة الحياء وعموم الفتاة ابتقوا الله أيها المسلمون وامنعوا نساءكم مما حرم الله عليهن وألزمهن التحجب والتستر واحذروا غضب الله وعظيم عقوبته قد ظهر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقابه أقول ما تصنعون وأستغفر الله لي ولكم ولساء المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله سلك بأهل الاستقامة سبيل السلام وبوأ المتقين في ضار المقامة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نبدخرها ليوم القيامة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والكرامة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعدوا إخوة الكرام ماذا يريدون من المرأة جاروا لي واحد العام يوم عالمي ما يسمى يوم العالم المرأة وفي المغرب عيدنا جعلوا له يوم وطن احتفاءا بهذه المرأة طبيعة الحال نحن بسلمين ومجتمع مسلم فنلتفت إلى هذه المرأة ونعتني بها لأنها نصف المجتمع المرأة إلى الصلحات كتصلح البيوت ويصلحوا الأبناء ويصلحوا الأزواج يساهموا في الإصلاح والعك إلى هذا المرأة هضمت حقوقها وأهينت وخرجت الصلحات بضاعة وأصرحت فتنة على الرجال يقع الفساد في هذا المجتمع إنهم بدعوة تحرير المرأة وحقوق المرأة يريدونها أن تتخلى عن أنوتتها الطاهرة وتصبح ألعوبة لشهواتهم إنهم يريدونها أن تتمرد على حجابها أقول لنا الآن كنشوف واحد من نوع من الحجاب حجاب متبرج ذي رفولار فراثاء ولبس الجين كيبين يطف العورة ديالها ويطف شكل ديالها هذا ما هو حجاب هذا يعني يريدونها أن تتمرد على حجابها وتنتكت في حمأة الجاهلية ومستنقعاتها الآثنة استغلت فجتان إيرانيتان مقيمتان في العاصمة السويلية مناسبة اليوم العالمي للمرأة أجدرها هذه الججبتتان تعريت في أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة عشية الاحتفالات الدولية بالمرأة وكتبت على صدرهما عبارة لا للحجاب لا للحجاب إنهم يريدون إلغاء دور الأسرة ومسخ الهوية الاجتماعية للأمة وإشاعة روح الإنحلال والفساد إنهم يريدون استنفاخ المرأة الغربية المرأة الغربية هذه ضاعة في كرامتها التي قد تعرضت للترينا المرأة الغربية في دورها السلعة لقضاء شهواتهم ونزواتهم فهؤلاء أرادوا يريدون يدوروا واحد نسخة المرأة المسلمة المرأة العربية تكون شبيهة للمرأة الغربية لتنتشر ثقافة الإد والعري والشدود الجنسي والله عز وجل قد كرم المرأة وشرفها فلن تجد المرأة من يرعاها ويحفظ لها حقوقها كما تجد ذلك في الإسلام الإسلام أكرم المرأة أي ما أكرامه شونا في القطبة اللولة كيف اعتنا بها وهي بنت وهي زوجة وهي أم وهي أخت فيا بغاة الشر أقفروا يا دعاة تحرير المرأة اخفروا يا أبواق الرذيلة ودعاة الشهوات لا تنطقوا يجب أن يعلم أن فساد أي مجتمع إنما يبدأ بإفتاد المرأة الفساد يلأي مجتمع إذا بغوا يسدوه تيجيون المرأة المرأة يلفت مجتمع السادة لو تأمن في التاريخ لو وجدنا أن أول ما دخل الفساد على أي أمة فإنما هو من باب الفتنة بالنساء قد تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء أضر فتنة لما تخرج متهتكة وتفتن الشباب ولا تزور ديال الضعارة يعني المرأة أصبحت مهانة حتى في العمل يا لا الإسلام لا يمنع المرأة من العمل براك ميك نشوفوه ذاك الأفواج اللي كيمشي في الصباح المعامل أي كرامة لهذه المرأة تنوذ بكري وتمشي العمال والأجرة ضئيلة ما حالك تشد في الأجرة ما ضوما حسن الحقوق ديالها وتقام وتزوجها وترجع في المساء وخسع وتاني تنطفل ديالها وتوجد طعام وكتخلي أولادها المشكلة اللي كانوا عنده أولاده هي أخذ داما لمن كتخلي أولادها كتخليهم الخاذيات يعني أي تربية أي دوري في هذا المجتمع للمرأة إذا لم تخرج لنا أبناء صالحين ورجال ويقول عليه الصلاة والسلام اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة فتنة بني إسرائيل كانت في النساء كما أصلح الإعلام اليوم بجميع ألوانه تلاحا يفسك بالمرأة ويغريها على الفتاة خاصة أنه قد بلغ من الإبداع والتأثير قدرا كبيرا جعل من المستحيل مقاومة إغرائه وقد اعتمد هذا الإعلام في معظم برامجه الفنية والإعلانية اعتمادا محوريا على مظهر المرأة ومفاتنها بغوا يديروا شيء إشار شيء بيضاء عذي من كتبقى المرأة تواجهها سواء أكان في التلفاز أو الإداعة أو الصحف والمجلات أو الأنترنت مؤخرا ولا شك أيها الإخوة الكرام أن الانحراث الخطير الذي تربت فيه المرأة هذا الصحة ظاهرة واضحة في المجتمع تشهد عليه تلك الآثار المجتشرية في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والتقافية والاقتصادية فضلا عن خروج عن مبادئ الدين الصحيح وتعالمه الأخلاقية والإيمانية عباد الله إن نتيجة رفع الحجاب وإطلاق حرية المرأة الحرية المطلقة تقولين أنك تسمعون المرأة كتخرج وكتنادي بالحرية دي الجسم كانها تقول هذا جسدي جس جسمي حرية أفعل به ما أشاء يعني ما نفهو من هذا الشعار كيف يرفعوه أنهم يخرجوا يريدون الحرية الفرضية أن المرأة تتمتع بجسمها كما تريد وكذلك اختلاط الرجال بالنساء هذا شي كله أطانى واحد نتيجة ظهوراً تاحشا وهو بيّن لا يحتاجه إلى دليل واضح في مجتمعنا والتي الآن كتشوف شاب مشابة في طريق عام في السيارات وفيه الناس مشاهدهم عن النقار نقبلها أمام الملع يعني هذه ظهور لا حيش ظهرت ظهرت في المجتمع من قبلة ركعين زينة بطبيعة الحال لأن زينة البداية دي وليه باش كسبها النظرة نظرة فبتسامة فسلام فنوعد فلقى هاي الفاحشة وهي الزينة ديسكة في تشوف تولين أكا نسمعه واش هاد المرأة هادي مكرمة عندما نسمع ما يطلق عليه الأمهات العازيبة الأمهات العازيبة الأم العازيبة يعني وقعت في زينة ووقع على حمل حملات من ذلك الزينة ما دنبوا هذك الجنين لا دنب لا الإسلام كيرعاه وخزنة به وحملة به لإسلام أكبر مدالك الجنين ولكن هي انتكبت جريمة الزينة تتصحق لها العقوبة لنسمعها الظاهرة للمرأة العازبة وانتصرت بواحد شكل كبير إذن قلنا ظهور نتيجة لبعد المرأة عن تعالم الإسلام وعن ششمة واختلاف يلعب الرجال والنساء أدى ذلك إلى ظهور الفاحشة إن المتأمن لحال المتتبعين للشهوات اليوم لا يأخذه العجب والحير من أمرهم فما لهم وللمرأة المسلمة التي تقر في منزلها توفر السحر لزوجها وترعى أولادها ماذا عليهم لو تاركوها في هذا الحصن الحصين تؤدي دورها الذي يناسب أنوتتها وطبيعتها ماذا يريدون من عمل هذا وأي شيء جنت من عمل هذا حتى الآن والله ضائعة هل أشياء أن ضيعته لدها وضيعت البيت لدها عباد الله لقد أمر الله المؤمنات بالحشمة حال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وجناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جل أبيبهن وأمرهن بالقرار في بيوتهن فقال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى عباد الله إن لصلاح المرأة واستقامتها لها أثر بارغ على صلاح الأسرة فهي الأم المربية فهي الأم المربية والشباب والفتيات إنما ينشؤون في أحضانها فلا غنى لنا حين نريد تكوين أسرة المسلمة عن الاعتناء بدعوة المرأة وإطلاحها إن النساء المنحرفات محظا لكل فساد وقدوة سيئة لأبنائهن في كل نواحي الحياة وفي كل أعمارهن منذ طفولتهن فهم لا يكتسبون منهن إلا القيم الفاسدة والعادات السيدة إن فساد المرأة هو فساد للأسرة وللمجتمع بأسره لما له من أثر عميق على الناشئة والشباب ولعل أبرز ما نراه اليوم هو هذا التخطيط المرسوم لذقة والذي أخذ طريقه إلى المدارس والجامعات وأدى إلى تغريب المرأة وابتعادها عن دينها إن هناك آثارا خطيرة جدا مترتب على إستاذ المرأة ومنها البعد عن الدين اتباع الشيطان وهوى النفط التنكر للآداب الدينية تضييع الوقت فيما يضر وانشغال المرأة بالعمل والاشتراك في النشاط الاجتماعي والاقتصاد على حساب بيتها وأبنائها والتآمر على المرأة بالوظيفة وقال يجب أن تعمل المرأة ونحن نقول أن عملها مشرف إن عمل المرأة بالصورة التي ينادون بها له من المفاسد الشيء الكثير من إهمال الأسرة وتنضيق أركانها وتضييع النشط وإشهاد الأولاد وكثرة حالات الطلاق حالات الطلاق ارتفعت بشكل مهول وكثرة حالات العنوسة المرأة الآن في المجتمع بينات الظاهرة للعنوسة وصل تلتين عام اربعين عام توحد ما تسول عليهم أي إكرام لهذه المرأة التي لم تجد زوجا يأويها أو بيت وتحديد النسل لأن المرأة العاملة تضطر لإيقاف الإنجاب مراعا للوظيفة كنت تولدي الله من بوحده كنت تحدث كنت نحدد النسل لي النار وتضييق على الرجل في الحصول على الوظيفة وكنت نلقاه البطالة بصفو الشباب وصفو الرجال أكثر علش لأن المرأة نافتة الرجل في الوظيفة وهذا نشاهده ومشهود وملموس وللواقع يشير إلى بداية ظهور البطالة في المجتمع في أوصات الرجال والرجل مطالب بالعمل لكونه مطالب بالنفقة على المرأة والإسلام أباح للمرأة أن تعمل إذا ألجأتها الضروبات الاجتماعية إلى العمل لا أن يكون هذا نظاما عاما وعليها حينئذ أن تراعي الشروط التي وضعها الإسلام لإبعاد فتنة المرأة عن الرجل وفتنة الرجل عن المرأة أسألوا الله عز وجل أن يجنب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يعز دينه ويعلي كلمته وأن يرد كيد المفسدين في نصورهم فاتقوا الله رحمكم الله واستقيموا إلى ربكم واستغفروه ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة بحيكم محمد رسول الله وقد أمركم الله بذلك وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارضى اللهم عن الخلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعليم وعن الصحابة أجمعين وعلى التابعين لهم إحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بمحبتهم ولا تخالف بنا عن نهجهم يا خير مسؤول اللهم وفق عبدك محمد السادس لما تحب وترضاه اللهم احفظ به البلاد وقضي على يديه مصلحة العباد واجعله ضدا على الفساد اللهم وفقه للخير وأعين عليه وقيد له بطانة صالحة للحق آمرة وللباطل ناهية اللهم أري الحق حقا وارزقوا اتباعه واري الباطل باطلا وارزقوا الجنابة واللهم واحفظه في ولي عهده اللهم وحد كلمة المسلمين وقادة في مشارك الأرض ومغاربها إلى ما فيه الصلاح والفلاح اللهم ردهم إلى كتابك وإلى سنة نبيك ونهج أسلاف هذه الأمة اللهم اصحوا لنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم بارك لنا في أرزاقنا وسدد خطانا على الخير اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرما اللهم فرج الهم عن المهمومين واخشف الكرب عن المكروبين واددين عن المدينين واشف مرض المسلمين اللهم إنا نسألك لنسائنا وبناتنا الصلاح اللهم ردهن إلى دينك ردا جميلا اللهم أعنهم يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم رزقهم الستر والحشم يا رب العالمين اللهم جنب بلدنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصول اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يا أرحمكم الله وأقِم الصلاح أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن يرحمته إلا رب العالمين كان يعطم somebody كان يعطم somebody فضارت الصلاح عظ�대هم يصفهم الله أشهد أن لا إله إلا الله اشتركوا في القناة